يوما بعد آخر تعمق المحاصصة الطائفية جذورها في العراق وتتسع دائرة الفساد لتشمل جميع مفاصل الحياة بدعم ومشاركة الأحزاب والميليشيات التي تنفذ خطط الاحتلال الأمريكي والإيراني بدقة متناهية الصراع على السلطة يلقي بظلاله على كل حدث في العراق فالكتل السياسية فشلت ولعدة مرات في اختيار رئيس للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار من المحكمة الاتحادية فعلى الرغم من الاتفاقات السياسية المبنية على المحاصصة إلا أن ثمت معايير أخرى تعتبدها الكتل السياسية لتمريغ الموافقة على المناصب فيما انتهت بعض تلك الجلسات بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت الصراعات المستمرة للاستحواذ على السلطة تشير إلى عموق الخلافات السياسية وتغليب مصالح الأحزاب على مصالح الشعب الذي يعاني تراجعا كبيرا في جميع القطاعات بسبب فساد تلك الأحزاب التي لا هم لها سوى فرض نفوذها وسرقة أموال الشعب انتخابات مجالس المحافظات هي الأخرى لم يحسم أمرها وصراعاتها مستمرة بين الأحزاب وداخل كل حزب أيضا للسيطرة على عضوية المجالس وبالتالي الاستحواذ على منصب المحافظ فضلا عن صراعات الميليشيات لفرض نفوذها بقوة السلاح يبدو أن الكتل السياسية في العراق عاجزة عن تجاوز خلافاتها مما يضع العراق أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في بلد تعصف فيه الأزمات وتتقاذفه الأمواج من الداخل والخارج في ظل حكومة خاضعة للميليشيات الموالية لإيران